مرحبا يا مدام نور كيف حالك اليوم جيديا أستاذ مسعد حمدا لله أخبرني يا أستاذ مسعد أفضلي أنت تشبه شخصية أعرفها ولكن لا أذكر اسمها فهل تدلني عليها وكيف لي أن يعرف لا أعلم حاول إذن سأعطيك جوابا عند معلم كيف حالك ثانية يا أستاذ مسعد هل تطارديني يا أستاذة لا لما تقول ذلك اليوم أيضا نتقابل نعم إنها صدفة بما لا نجلس قليلا اعتذر عن تصرفي معك لا مشكلة في الحقيقة أود أن أسألك تفضلي أنت تشبه شخص ولكن لا تذكرين كيف لي أن أعرف شخصية من أشبهها في خيالك الجوكي أني مشغول ببحث هم بحث عن ماذا بحث عن شخصية محمد علي نعم أنت تشبه شخصية محمد علي أخيرا عرفت من أشبهة نعم حمد لله وماذا تعمل في بحثك آشئ إن منزعج جدا لأنني لا أعرف أي معلومات حول تلك الشخصية لا تقلق عندي الحل كيف ذلك شكرا للمشاهدة أبناء وبنات الصف الثالث الإعدادي إزايكم يا حبيبة عاملين إيه يارب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله نبتدي درس جديد من درس الصف الثالث الإعدادي وهو صورك الشعب وتولية محمد علي بس يا ريت يا جماعة قبل ما نبتدي تعملوا اشترك في القناة اضفعروا زر الجرس وتضوسوا لايك عشان يصلكوا كل جديد من القناة طيب خليني نبتدي بس قبل ما نبتدي عايزين نعرف يا مستر حاجة مهمة تمام ايه يا ولاد عايزين نعرف كلمة صورة مش الدرس اسمه صورة يعني ايه صورة تمام ومين هو شخصية محمد علي أكيد ده بتبادر لزهن بعضكم يعني ايه صورة ومين هو شخصية محمد علي تمام أنا أقول لكم يا سيدي تمام كلمة صورة يعني تغيير الجزر في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسقافة تغيير جزريا طيب ومحمد علي مين بقى هو شخصية محمد علي ده تمام قالينا بس قبل ما نتكلم عن شخصية محمد علي نعرف حاجة مهمة جدا تمام ايه هي أوضاع الدولة بعد خروج الحملة الفرنسية ايه اللي حصل بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر تمام خلينا أقول لك يا سيدي بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة 1801 تصارع على حكم مصر ثلاث قوة المماليك والانجليز والعثمانيين ونسي قوة ربعة مهمة جدا هيكون لها دور تمام لأول مرة في تغيير التاريخ تفتكروا من الكوة دي من الكوة الرابعة اللي كان لها دور في تغيير أوضاع السياسية في مصر تمام أنا عرف دلوقتي من هي الكوة الرابعة اللي كان لها دور في تغيير أوضاع السياسية تمام وحتى بعد كده تغيير التاريخ يعتبر في مصر لأول مرة احنا قلنا كان فيه ثلاث قوة اللي هم المماليك والعثمانيين والانجليز تمام صح طيب الكوة الرابعة مين بقى الكوة الرابعة ها تفتكروا مين نفكر كده تمام تمام ها تمام مزبوط شاطرين الكوة الرابعة هي الزعامة الشعبية الزعامة ايه الشعبية الشعب أصبح ليه دور في انه هو يغيير التاريخ تمام طيب سمعك اللي رفع ايدك وبتقول ان ان عايزك تحكي اللي حصل هحكيلك اللي حصل حالا طيب تعال نشوف ايه الاوضاع بعد تغيير بعد خروج الحملة الفرنسية تمام خالي نبتدي سريعا نقول ان كل فرقة من الثلاثة تصروا على الحكم كان شايف انه هو اولى بحكم مصر يعني المماليك مثلا كان بيقول لهم دور في مواجهة الفرنسيين فموقعتين شبراخيت وينبابا تكريين موقعتين شبراخيت وينبابا لما واجهوا مماليك الفرنسيين وتهزموا تمام والفرنسيين انتصروا على المماليك ودخلوا مصر وهرب حتى مربك ابراهيم بك تمام مظبوط تمام طيب ادي اول قوة اللي هي المماليك طيب القوة التانية اللي هي الانجليز الانجليز شافوا انهم لازم يحتلوا مصر عشان يقمنوا طريقهم لمستعمرته في الهند تمام طيب دي تاني قوة طيب ثالت قوة اللي هم العثمانيين تمام العثمانيين بقى يا سيد يلقاوا انهم كانت دي اصل مصر عبارة عن ايه ولاية عثمانية تمام واقدر انهم اصحاب الحق في تولي مصر خصوصا انهم كانوا موجودين قبل المماليك تمام طيب ولكن لما كانتش على بال الزعامة الشعبية خصوصا تاريخ مارس 1804 تاريخ مارس 1804 اش معنى بقى تاريخ مارس 1804 بيجيلك سوال يقولك بما تفسر صورة الشعب المصري مارس 1804 تمام اقولك انا يا سيدي صورة الشعب المصري في مارس 1804 بسبب كسرة الضرائب اللي فرضها العثمانيين على المصريين يبقى بسبب كسرة الضرائب اللي فرضها الولاء العثمانيين على المصريين يلا نكمل طيب في الوقت ده ظهر شخصية محمد علي ظهر شخصية مين محمد علي طيب عايزين نعرف مين محمد علي محمد علي ده كان قائد الفرقة الالبانية تمام في اقليم مكدونيا شمال بلاد اليونان وجيه مع الفرقة الالبانية عشان يهدي العوضاع في مصر طيب محمد علي لما جي مصر جاهر بالانضمام لصفوف الشعب المصري ليه حتى لا تصيب الثورة جنوده حتى لا تصيب الثورة ايه جنوده طيب جمام جميل المهم محمد علي وعد المصريين بتخفيف الضرائب تمام؟ وبين المصريين انه زاد في الحكم يعني اولوا اللي انتوا عايزينه بلاش تختاروني اختاروا اي حد تاني فحس الشعب المصري اول مرة ان فيه حد خايف عليهم وبيحبهم فبالفعل بسرعة اجتمعت الزعمة الشعبية متمثلة في عمر مكرم وعبدالله الشرقاوي وولوا محمد علي حكم مصر لأول مرة سنة الف تمنمية وخمسة ودي كانت اول مرة يتم تولية حكم مصر عن طريق مين؟ جدعين الشعب المصري وليس السلطان العثماني طب السلطان العثماني وافق؟ طبعا وافق مع ضغط الشعب الايه؟ الشعب المصري تمام كده؟ ولكن بعد ما تولى محمد علي الحكم واجه عدة صعوبات ايه بقى الصعوبات اللي واجهها محمد علي دي؟ محاولة نقله من الحكم حملت فريزر سنة الف تمنمية سبعة المماليك وتفككروا مين؟ الزعمة الشعبية طب الله الزعمة الشعبية ليه؟ الزعمة الشعبية عشان خدفت عليها؟ قال لا يبرم امرا الا بالرجوع للزعمة الشعبية ما تعملش حاجة لما ترجعنين احنا طيب تعالوا نشوف كده محاولة نقله اصدر السلطان العثماني فرامان سنة الف وتمنمية وستة بنقل محمد علي الى ولاية سانونيت تمام؟ وتولية محمد بيلك الالفي بدلا منه حكم مصر ولكن طبعا الشعب المصري ساعتها وقف جنب محمد علي وضغط على السلطان العثماني بالثورات اللي قام بيها وفيدل محمد علي على حكم مصر طيب بعد كده انجليز الله لقوا انه هو فرسوتهم انه هم يتولوا حكم مصر ما هم كان لهم دور في تولية محمد بيك الالفي او اضغط على السلطان العثماني ما لقوش فايدة وقف الشعب المصري بجنب محمد علي فعملوا ايه؟ اقداموا على حملة فريزر ارسلوا حملة فريزر سنة 1807 لاحتلال مصر ولكن اهالي رشيد والحمد بسرعة يستنجد ابن محمد علي اللي بعت لهم المدد مع العمر مكرم وبالفعل قدروا ينتصروا ويوجهوا الانجليز وفشلت حملة فريزر في احتلال مصر المامريك بقى اقواموا عمال السلب والنهب لما لقوا انهم ملهمش اي دور وانهم كده مش هيعرف يتولوا البلاد فعملوا السلب والنهب محمد علي فكر في الكريزكية عزمهم على في القلعة بحجة خروج ابن تسون لحملة الى الحجاز بحجة خروج ابن تسون لحملة الى ايه؟ الحجاز في القلعة واقام مصباحة القلعة سنة 1811 ودل القوة الرابعة مين؟ المماليك القوة الرابعة مين؟ المماليك الله طب القوة الرابعة اللي هي الزعامة الشعبية طيب الزعمة الشعبية بتخلص منها ليه؟ آه ما احنا قلنا ان هو قالوله ايه؟ لا يبرم امرا إلا بنرجع الزعمة الشعبية تخلص منها مع طريق الترغيب والترهيب يعني ايه الترغيب والترهيب؟ عزل عبدالله الشرقاء ومن منصبه ويقنفع عمر مكرم تمام؟ بعد ما أزاله من نقابة الأشراف ويقنفع عمر مكرم إلى دميان سنة 1809 وبكده محمد علي انفرض بحكم مصر انفرض بحكم ايه؟ مصر في نهاية الفيديو هجماعنا بشكركم جدا جدا وبركوكم منكم الاشتراك في القناة وتدوسوا لايك عشان ينتجروا فيديو وتشايروا فيديو على قد ما تقدروا عشان كل يستفادوا وتفعلوا زر الجرس عشان يزاركم كل جديد بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نهاية الدرسة هجماعنا بشكركم جدا جدا على طيب المتابعة وبركو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة دروسك هنا بشكركم مرة تانية ريت جماعة تكتب لنا في الكومنتات أي اقتراح بالنسبة للقناة وتصلوا على النبي في التعليقات وتكتبوا لنا أي سؤال يواجهكم في الدرس بشكركم مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة